أكدت سعادة الأستاذ إيمان أحمد الديوستري ووكيل وزارة الصناعة والتجارة أن الاستثمار في تطوير وسقل العنصر البشري هي ركيزة أساسية في ديمومة التنمية الاقتصادية جاء ذلك خلال الحفل الختمي لبرنامج رائد الأعمال التقنية الشاب بنسخته الرابعة وأضافت سعادة وكيل وزارة الصناعة أن الاستثمار في الشباب البحريني يعد خطوة مهمة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الاقتصاد التنافسي المستدام منوهة في هذا الصدد بأهمية مواصلة تبني البرامج النوعية التي ترسه من مكانة مملكة البحرين كمنصة إقليمية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط من خلال توفير البيئة الاقتصادية المناسبة للإبداع وجذب الشركات الكبرى والناشئة من جانبه أشاد السيد أحمد بوهزع رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج بدور وزارة الصناعة والتجارة الريادي في دعم برنامج رائد الأعمال التقني والذي يأتي ضمن مبادرات الشباب الرقمي مشيرا إلى أن الفئة المختارة أظهرت مهارات استثنائية وابتكارية وحققت انجازات مميزة هذا ويأتي الهدف من البرنامج الذي حقق نجاحا خلال نساخه الماضية إلى تزويد طلاب الجامعات بالأدوات والمهارات المطلوبة على أيدي مجموعة من المتخصصين في المجال التقني والذكاء الاصطناعي لدخول عالم ريادة الأعمال بعد التخرج من الجامعة وصلنا لختام البرنامج رائد الأعمال التقني النسخة الرابعة كان ختام مميز فازوا عندنا أربعة مشاركين في مسابقة البرنامج البرنامج نركز على مهارات سلكيات مبس معلومات إضافة إلى العلاقات والأهم اللي حاولنا نزرع فيهم أن نغير طريقة تفكيرنا نركز البرنامج على شنون نطور فكرة التقني والريالي عند الشباب البحريني فكان عندي وغايد أفكار تخرجت من المدرسة دشيت الجامعة تولدت عندي أفكار تشفت تعلمت بس ما عرفت وين أحط هاي الأفكار ما عرفت شنون أسوي لها جنريت لها الأفكار وحولها لمنتج حقيقي ففضل من الله مع رائد العمال التقني مع الزيارات مع الدورات مع الورشات اللي سويناها على مدار هالثاثة التسابيع قدارنا ولله الحم نوصل إلى الكونسبت الأول لهالمشروع ولله الحم اشتركوا في القناة